مسألة الحب والعواطف والمشاعر تولد بين اثنين خاصة الفترة اللي يعيشوها كطلاب بالجامعة يمكن يروحون يزوجون زواج على قدهم مثل ما نقول بالمحكمة فأول ما يصر عندهم طفل رح يقول لها أنه أنا ما دين مثلا ما متهيئ ويروح يتفق معها ويعني سمعها شمكة المحلوة والمرة هي بطبعها إذا تحبها للرجل تطيعة وتروح تسميه شو نسميه هذا الموضوع نسميه الإجهاض صحيح وهذا الموضوع جريمة بحد ذاته وبالذات بهذا العمر أنه كانوا بالجامعة مثل حالة من الحالات أنه اللبنية تكون قابلة على الإجهاض لأنه مثل ما قلتي طاعتها وحالتها المادية مقادرين وقاعدين بالجامعة وبالكلية فتروح تسوي العملية ولكن الضرر النفسي حتى لو هي راضية بالموضوع رح يظل موجود عندها لأنه العملية بحد ذاتها فيه ضرر على الجسم نفسيا وجسديا نفسيا وجسديا فإذا تأثر الجسد النفسية تتأثر حتى لو هي راضية بالموضوع فما بالج إذا ما راضية بالموضوع ومجبورة من الطرف الآخر أنه تسوي إجهاض أكيد ما يسبب هذه الحالة يكون الوضع أسوأ مئة مرة مما أن تكون هي راضية أو يحب أن تتخلص من هذا الجنين بس مثل ما قلت يعني الموضوع من عمم يقول لزوجون صغار السن أكو هوا يزوجون بعد الجامعة ويجيهم أطفال ويكونون أسرة ويكونون سعداء أكو ناس همين يمكن بأمر متأخر تصير الزوجة حامل لسبب أو آخر ما يريدون الطفل ما حابين أطفال زيادة ما عندهم الإمكانية يربون طفل ثالث أو رابع أو خامس أمورات يكون أكو خطر على حياة الأم فهي أسباب متعددة بس المجتمع بشكل عام يكون دائما رافضت هذه الفكرة فإحنا اليوم رح نتناول هاي الأسباب نتناول الحلول إذا أكو حلول هذا الموضوع صحيح كلام تشهد طبعا مثل ما قلنا أنه هو الموضوع إلى أسباب عديدة ممكن يكون السبب الغالب الوقت هو أنه عدم استعداد الزوجين ولكن أنا اليوم أريد أسألكم إذا أنتوا نفسكم نحطيتوا بيش موقف حتى نكونوا واقعين أكثر شون ردد فعلكم؟ أنا بالنسبة إلي أنا أعرف أحد صديقاتي كانت تحب إنسان والزوجه بس هو يعني اززوجها بعد ما طلق زوجتها الأولانية وكان عندها منعدها ثلاث أولاد فرأسا صارت حامل هي كل شيء تحب الأطفال ما متفقين هما ماكو سابق إنذار بالموضوع أنه راح نسوي أطفال أو ما نسوي أطفال هي ظلت مثل بلع الموس مثل ما نقول تطلعها تنفضح تبلعها تنجرح شركت أهلها بالموضوع تريد تحكي لهم تخاف مثلا بعدين كان أجعل أقل لها أشوفت كل ما أكل وضعيتها ورأة سبوعين ثلاثة أربعة تبدل عليها الطباع بالأكل بالحركات كانت تقول أنا سوى التحليل طلعت حامل قال لا 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 أنا زوجت أنا أريد أخذ راحتي أنا سأل الأولى لازم نطلع حبيبتي ونروح ونسأفر ونجي تدري المرة من الشوفها يسوالف وطلعها وطبها وهي تحبة يعني فطاعتها بدون حس أهلها وراح تدبتها لكن العواقب شنو؟ أنه الطفل الثاني نزل من كيفه صارت حامل بصار عندها إجهاض يسموه وبعدين بالثالث عانت إلى أن صار عندها طفل بالأخير ترجمة نانسي قنقر